أهلا بكم في غمرة الاحتفالات بعيد القديسة ماري ألفونسين ترأس سيادة المطران وليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن قداسا إلهيا في كنيسة بيت الزيارة التابعة لرهبنة الوردية المقدسة في ضبوق بعمان المزيد عن هذا الاحتفال في سياق التقرير التالي في غمرة الاحتفالات بعيد القديسة ماري ألفونسين ترأس سيادة المطران وليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن القداس الإلهي بمناسبة الاحتفال بعيد القديسة ماري ألفونسين وذلك في كنيسة دير بيت الزيارة التابع لرهبنة الوردية المقدسة في دابوق وشارك في القداس البطريارك فؤاد طوال والقائم بأعمال السفارة البابوية المونسينيور مارو للي والمنتدبة الإقليمية للرهبنة في المملكة الأخت مشلين معلوف ولفيف من الكهنة والراهبات والشمامس الإنجليين والعائلات المسيحية القادمة من عدة رعاية في المملكة وقبل بداية الذبيحة الإفخارستية قدم كل من الأب وسام منصور والأخت كارولين بدر كلمات استعرضا فيها تاريخ رهبنة الوردية المقدسة حيث وصفوها بأنها الرهبنة الأولى التي ولدت إلى جوار مهد السيد المسيح في مدينة القيامة في القدس ونشأت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر رهبنية الوردية المقدسة هي الرهبنية الأولى التي ولدت إلى جوار مهد المسيح وقبره الفارق وتتميز بتأملي بحياة السيد المسيح الفادي وأمه البتول مريم هي رهبنية حبرية بابوية نشأت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في وقت كان البابا لون الثالث عشر يحث المؤمنين في الكنيسة على اكتشاف كنوز صلاة المسبحة الوردية سلطانة الابنة الأكبر لدنيل غطاس ولدت في مدينة القيامة في القدس في الرابع من تشرين الأول عام الف وثمانمائة وثلاثة وأربعين للميلاد ونشأت بحياة التقوى مع والدتها وكانت صلاة المسبحة الوردية جزءا من البرنامج اليومي ومن بيتها اشتعل قلبها بحب الأم البتول فارتدت الثوب الرهباني لدى راهبات ماريوسف وأسست أخوية قلب مريم الطاهر وفي بيت لحم كانت مريم العضراء تنظر بعين الأم نحو من ستسمى الأم فكان الظهور الأول الذي جعل العلاقة بين الأم وابنتها تشعل أرض القداسة بحب مريم وابنها وتعطي زخما جديدا لصلاة المسبحة الوردية فها هي العضراء ذاتها تطلب تأسيس رحبنة الوردية المقدسة وبعد قراءة الإنجيل المقدس ألقى المطران الشوملي عظة تحدث فيها عن كيف نعيش دعوة الرب الإله لكل مننا بحسب الآية الإنجيلية كونوا قديسين كما أن أباكم السماوي هو قدوس وكيف يستطيع كل من نعيشها من خلال خدمته لإخوته في أي مكان وجدا فيه مبينا سيادته أن القداسة ممكنة للجميع وإذ لا تتسع أيام السنة للاحتفال بالقدسين جميعا احتفلنا في بداية هذا الشهر نوفمبر بعيد جميع القدسين لسيما المنسيين منهم نساهم التاريخ ولكنهم بقوا في سر الله وبلغوا القداسة وهم يتنعمون لديه بالمجد الخالد ولشك أن بينهم أقارب لنا أو أصدقاء سبقونا وعرفناهم وعرفونا وهم يصلون لأجلنا حتى دون أن ندري فبيننا وبينهم شركة جميع القدسين في عظة مشهورة للقديس بيرنردوس يقول فيها بأن القدسين لا يحتجون إلى مديحنا وتكريمنا لكن تبجيل ذكراهم أمر مهم لنا وليس لهم لماذا؟ ذلك كي نحيي رغبتنا في الانضمام إليهم ومشاركتهم سعادتهم الأبدية تقول الصلاة أنعم علينا يا رب أن نقتدي بتقواها الصادقة وتواضعها العميق وصمتها العجيب وأن نحظى بسلامها الروحي هذا السلام أتمناه لكم جميعا سلام للأردن مليكا وحكومة وشعبا سلاما للدول التي تشهد نزاعات دامية حولنا سلام لغزة وفلسطين سلام للبنان الذي يعيش ظروفا صعبة سلام لكل صانعي السلام سلام روحي لنا جميعا نحن المحتفلين اليوم سلام لرهبات الوردية اللواتي يسرنا في خطى مؤسستهن حضرت الأخت ميشلين معلوف المنتدبة الإقليمية المحترمة ثم ألقت الأخت كلوريا الربضي كلمة شكرت فيها كل من شارك في الذبيحة الإلهية وقالت لنصلي مع القديسة ماري ألفونسين إلى الله العلي القدير وأمنا سلطانة الوردية من أجل سلطاتنا الروحية والمدنية ليقود شعب الله إلى ميناء الخلاص والأمان ويحقق العدالة والحق والمساواة والعيش الكريمة لأبناء هذا الوطن الغالي هلليلويا هلليلويا